في خبر آخر فادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وتضامني بأن عائدات السياحة من العملة الصعبة سجلت رقماً قياسياً بلغ 105 ملايير درهم خلال سنة 2023 بنمو نسبة 12% مقارنةً بسنة 2022. الوزارة أوردت في بلاغ لها أنه بعد استقبال عدد قياسي من السياح سنة 2023 متمثل في 14.5 مليون سائح سجلت عائدات السياحة من العملة الصعبة رقماً قياسياً بلغ 105 ملايير درهم وهو ما يمثل نمو بنسبة 12% مقارنةً بسنة 2022 واتنين وعشرين